هكذا وبدون وجه حق أوصدت المصارف في لبنان أبوابها أمام المودعين مهددة بإضراب مفتوح يشل اقتصاد بلد منهك لا تحويلات مالية من الخارج ولا فتح اعتمادات للاستيراد أما أولى الارتدادات فكانت تخطي سعر الصرف عتبة الواحد والثلاثين ألفا مع توقف منصة سيرفة عن العمل وبعد أن حجزت المصارف على أموال المودعين حولتهم إلى رهاء حرب مصرفية مع القضاء فبعض القضاء اتخذوا جراءات متتالية آخرها كان توقيف رئيس مجلس إدارة بانك الاعتماد بدعوة جزائية قبل أن يطلق صراحه مجددا اللي صار هو عملية ابتزاز واستغلال للسلطة والموقع لقطاع أقل ما يقال فيه أنه سرق الشعب اللبناني كاملا كما غرق ومد الفاسدين في الدولة بكل أموال جنع عمر اللبنانيين لاستمرار الفساد والاستمرار التغطية السياسية وما زال يتهرب حتى اللحظة من كل الإجراءات الواجب اتخاذها لحماية الثروة اللبنانية وما تبقى منها في المصارف اللبنانية تصعيد المصارف يتزامن مع دراسة الحكومة لخطة نهوض وإنقاذ مالية لكن المصارف ترفض أن تتحمل مسؤولية مشاركتها في خسارة المودعين لأموالهم وبدلا من المساهمة بالحلول نسفت القانون مجددا بلجوئها إلى الإضراب نحنا اللي صار لليوم فإنحنا ما بدنا ندبحهم للبنوكي بس آخر نهار المودعين بدنا مصرياتها ما فيكن تضلوا عم تفرجوا عليهم عم تعطوهم دولارهم بـ 8000 مخصوص المودعين الصغار تدلوا أساس المصاري هني لما عم بيردوا شي ولا عم بيعملوا شي اليوم عم بيحلوا الأزمين من خلال تعاميم مصر في لبنان صحيح أن المصارف اكتفت بيوم إضراب واحد لكن استفزازها قد يتحول إلى وسيلة دائمة في بلد المحميات حيث يرفض الجميع خضوعهم للمحاسبة بعد أن نهبت أموال المودعين تتبع المصارف سياسة شراء الوقت وقت يتكبد فيه المودع خسائر اقتصادية إضافية تفوق قدرته على التحمل غنويات تيم العربية بيروت